أصبحت فحف الرسل العدادية بدون مأوان عقب تخدم منازل هذه الرحلة الحرب التي شهدتها المدينة في مطلع إبريل ميسان من العام 2015 المشاهد اللي بتشوفيها بالحرب هي بتضل بداكرتك ما تخرجش حتى في حلمك تقيك إنه تشوفي صور الأشلاء والدخان يطلع بعد الانفقارات هذا شيء مرة مؤسف ومرة يأثر فيك أنت كإنسانة وتظل فيك عالقة إلين تموتي هذه المشاهد مشاهد الحرب فأنت فعلا في اليمن في كل اليمن إنه تطلع من بيتك يعني يمكن تعملي في حسابك يمكن ترقعي سالمة يمكن ما ترقعيش وفات محسن ابني كان هو في عمر 18 هو تقريبا كان يدي اليمين في البيت فبداك اليوم كان فيه كان فيه إضراب وكان فيه قطع طريق وأحداث فيه عدن بسبب قضية حصلت فكان برضو فيه أزمة بترول فكان محسن الله يرحمه كان متواجد معنا في البيت وطلع على المساء تقريبا على الساعة 8 قال إنه بيروح بيشوف إذا فيه بترول بيشتري وبيرقع عشان السيارة المهم كان محسن الله يرحمه في ديك الفترة كان موجود بالشارع وكان فيه إطلاق رصاص وقطع طرقات وحصل اشتباك وهو أصيب يعني والإصابة كانت حادة جدا يعني دخلت في الرئة وطلعت من الظهر وقطعت الحبل الشوكي وسببت له شلل على طول فأخذ أسعب في هذه الفترة وكان طبعا ممنوع السفر يعني تخيلي أني ما علمش بالموضوع غير يعني بعد ساعتين من إصابته ورحنا للمستشفى وكان يوم يعني لا ينسى من حياتي يوم أسود أصيب بستة مارس وتوفى في ستة إبريل يعني هذه هذه بدات الواقعة يعني تسببت كسر في حياتي كسر في نفسي يعني خلاص يعني صارت لي بالنسبة لي البلد يعني مش هذه بلدي تخيلي ثلاثين يوم ضلت بالعناية المركزة معه كل يوم أشوف حدي توفى قنبي يعني منظر من أصعب ما يكون لن أنساه في حياتي وأني يعني يمكن ما يوم بحياتي نسيت محسين إطلاقا كل يوم يعني لازم أذكره ولازم يعني ذكره ما زالت موجودة بيننا وتخيلي يعني أنت تربي أم تربي وتتعبي وأهتعاني ويعني 18 سنة وفقاء يعني يجي حد كذا بكل السكتار يضربوا نار ويروح عليك يضربوا نار ويروح عليك يعني أني حس بفقدان كبير لا يمكن أنه يتعوض إطلاقا مهما مرت الأيام ومهما رقع يعني إن عادت الحياة من بعد لنا الأحبابنا اللي راههم ما فيش حد يعني اللي راه لا يتعوض إطلاقا هذه اللي سببت لنا الحرب يعني واللي سبب لنا هذا الوضع الكارثي اللي تمر فيها البلاد يعني مهم الضحايا اليمن كثر يمكن الشعب اليمني كله ضحية هذا الحرب ضحية الوضع هذا السياسي ضحية أطراف الحرب الكل ارتكب قرائم انتهاكات حقوق الإنسان بأي شكل وبأي صورة فبالتالي مهم جدا تحقيق العدالة للشعب اليمني حتى في إطار تحقيق السلام هذا السلام إذا لم يقلب العدالة لليمنيين فهو ليس سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة